المتحورة الهندية كما سميت مؤشر عدادها يتجه صعوداً وفيات وإصابات مأساة هزت الهند وأغرقتها في تسونامي كورونا فمن المسؤول؟ هل هي الاحتفالات الدينية؟ أو الحملات الانتخابية؟ أم التجمعات الشعبية المرافقة لها؟ قبراء منظمة الصحة العالمية يؤكدون أن هذه الأحداث جميعها كانت المسؤولة عن تفجر الوضع الوبائي وليس هناك من مبرر بحسب رأيهم أن تستطيع الهند إحكام السيطرة على الفيروس منذ يناير وحتى مطلع مارس لتبدأ فاجعتها بالظهور في أبريل سوى المشاركة الكثيفة في المناسبات الدينية وتنظيم التجمعات الانتخابية وعمليات الاقتراع تقوس الغطس المقدس في نهر الغانج مناسبة تجمع فيها الملايين وهو ما كان كفيلاً بنشر الفيروس ونقله للملايين أيضاً وبحسب خبراء منظمة الصحة العالمية فإن الأحزاب السياسية في الهند يقع على عاتقها جزء من المسؤولية لمضيها قدماً في حملة المسيرات والتجمعات الانتخابية المزدحمة استعداداً لانتخابات الولايات مجتذبة حشوداً كبيرة من الناخبين والمؤيدين فيما كان التباعد الاجتماعي غائباً تماماً فهل تتمكن المساعدات الطبية العاجلة التي وصلت أو تلك التي في طريقها للوصول من إغاثة الهند؟ مأساة هبت دول العالم لتطويقها سعياً لمد يد العون إلى الهند